اكثر عشرة اشياء تزعجنا عندما تحدث لنا اهلا متابعين الكرام الان سنعرض لكم بعض الاشياء التي من المؤكد انها مرت علينا جميعا وكانت تسبب لنا ازعاجا كثيرا كلنا نعلم كمية الازعاج عندما يكون شخص ما وراءنا عندما نكون جالسين ونستعمل الكمبيوتر والشيء المزعج اكثر عندما نطلب منه الرحيل لكن لا جدوى فما علينا الى الانتظار الى ان يغادر ذلك الشخص الحدث لك يوما ما بينما كنت تدردش مع اصدقائك بهدوء تذكرت شيئا لتقوله لهم ثم فجأة تنسى ما كنت تريد ان تقول والشيء الاصعب هو انه بعد عدة محاولات للتذكر تنسى كليا ما كنت تريد القول للابد هل تتخيل انه بينما انت نائم وفي قمة الهدوء وانت تراحل من رائعا يقوم احدهم باشعار ضوء الغرفة او فتح النافذة من المؤكد ان هذا الامر من بين اكثر الاشياء التي نكرهها وتسبب لنا الازعاج جميعا من الموسف في الامر انه من الممكن ان يكون في يوم ما دراسي انت الوحيد الذي قمت بحل الواجبات المنزلية وعرضتها للاستاذ فيقوم كل زملائك بالانزعاج منك من المؤكد ان كل نساء العالم يكرهن وينزعجن عندما يلطقون اسنانهم باحمر الشفاء فيكون نفس الاحساس عندما يقول لك شخص ما ان لديك فضل الطعام في اسنانك كلنا ننزعج عندما نرسل رسالة فيسبوك او واتساب فيقرأها المستقبل ولا يرد علينا وخصوصا اذا كانت مع صديق او مع انسان يعجبنا في تلك اللحظة نفكر ان لا نرد عليه نحن ايضا للكثير من الوقت كنوع من الانتقاء لا نعلم في اي نوع من السحر يصنف هذا لكن عندما نضع سماعات الاذن يقوم الجميع بالتحدث لنا وعندما نضعها لا يكلمنا احد مستخدم اليوتيوب عليهم انتظار بعض دقائق الاشهار لكي يمكنهم رؤية الفيديو كاملا الشيء الاكثر ازعاجا هو عندما نكون نستمع الى موسيقانا المفضلة وفجأة يأتي صوت الاشهار المزعج من بين اكثر التجارب الاليمة والتي ننزعج عندما تحدث لنا عندما تدخل قطعة خشبية بين ظافر الاصبع فمجرد التفكير في هذا يشعرنا بالألم من بين اسوأ الحالات التي يمكن ان تحدث لنا هو انتفاخ اقدامنا في منطقة الكعب بسبب الحذاء الذي نرتديه حيث يتشكل سائل تحت الجلد والذي بدوره يعتبر المسؤول عن الدفاع في اجسامنا لحماية انسجتنا اشتركوا في القناة